طفل بيلعب PUBG أو Fortnite أو أي حاجة من اللعب اللي فيها عمب هل طفلي ده ممكن يتأثر كسلوكه ويبقى عدواني عن مثل؟ طبعاً طبعاً إزاي بقى؟ إيه الأثر اللي ممكن يتأثر؟ أولاً الطفل بيلائي نفسه في اللعبة دي هو مثلاً رفيع وضعيف ما لعبش رياضة ممكن أي واحد معاه في المدرسة يزقه ويوقعه طب هو عاوز يحس إنه هو قوي فبياخد هذه القوة الوهمية من اللعبة ولو كسف في اللعبة يتخيله إنه هو اللي كسب مع إن اللعبة هي اللي كسبت فالنار ده ما تعالى بقى ألعبك رياضة تبني جسمك وتقوي عضلاتك تخليك تكسب في الحقيقة يعني دايماً أديله بديل حقيقي حضرتك قلتلي في بداية حوارنا ما ينفعش لما يوصل إلى 12، 13، 14 سنة تيجي الأم تقول لي أنا هغير الدنيا دلوقتي طب معايش في أم دلوقتي عشان خاطران بقى إن الأم تشتكي من الأخيرة بالموضوع وصلت لمرحلة 12 سنة 13 سنة وأنا عملته كل حاجة غلط من ساعة نتولده بس أنا عايزة أصلح أعمل دي محتاجة متخصص؟ والله لو عنده أعراض زي إنه هو منفرد بنفسه طول الوقت أكله متأثر يعني بيأكل قليل أو بيأكل أكتر بيلعب 24 ساعة مدد أطول على الألعاب وعلى الإنترنت مستواه الدراسي متأثر دي علامات إنه محتاج مساعدة لازم مساعدة متخصصة مش هينفع الأم هنا تعالج لوحدها وخصوصا لو متأخر بسيما أنا حادثة قريب من فترة مش كبيرة إن طفل كان بيلعب لعبة من اللعبة العدوانية المعروفة والمشهولة على الموبايل بتاعه وإن أهله لقوه فجأة واقع وإن طلع الولد للأسف من الضغط العالي هل الألعاب دي ممكن توصل إبني من كتر ما هو متحمس وإكسايتت كده إنه هو ضغط ويعلى ويجراره حاجة؟ أيه طبعا لأن أنا ما عرفش كبان استعدادات جسمه إيه؟ والأطفال بتختلف عن بعض في واحد يبقى عنده استعداد إن ضغط ويعلى بدل ما يجيله هو كبير يجيله هو صغير نتيجة التعرض للإصارة والأكشة متعرفة مع الإصارة دي ضربات القلب بتزيد خصوصا إن أغلب الأطفال اللي بيلعبوا بيبقوا زيادة في الوزن للأسف إنهما مش بيتحركوا كتير فيبقى بيأكل أكتر وزنه بيزيد لأنه ما بيبذلش سعرات حرارية مقابل الأكل اللي بيأكله ثم الجهاز العصبي بتاعه والجهاز الدوري بيشتغل بشكل مبالغ فيه فنشوف حالة زي اللي أنت بتقوليها ده جاله سكتة قلبية للأسف الحالة برضو نسمعنا عنها دي الأهل ومنعون آه منعون إنه يلعب بابجي فبالنسبة له خلاص الدنيا ضلمت السودة في عناه راح شلق نفسه انتحر إحنا بنسيب ولادنا للأسف لحد ما يوصلوا المراحل ومعنى نطلب علاك يعني للأسف نسيب ومنتصرفش من الأول منقربش منهم من الأول مفيش صراحة وثقة بنا وبنضع وبنستكبر أن إحنا نروح لطبيب متخصص نقعد معي قولنا إزاي نصال لحدهم يا فندم الأطفال بيجي لهم أمراض نفسية أكتر من الكبار وفيه ناس كتير ما تعرفش المعلومة دي يعني بيجي لهم اكتئاب وإنفصام شخصية وبيجي لهم مسواس قهري بيجي لهم كل الأمراض بتاعت الكبار هو أكتر عشان كده النهاردة إحنا ناس خلاص بنؤمن بالعلم بنتكلم كلام علمي أول ملاحظ تغييرات في إبني بنانا حفظه وعرفه على طول أخده المتخصص وأخده للطبيب النفسي الأول مش أخده لأخصائي نفسي ولا راجل خبير تنمية لا الطبيب الطبيب بعد كي حدد هو يقعد مع مين ويتكلم مع مين ممكن جدا في مرحلة معينة ومش لازم يديله أدوية إحنا دائما بنخاف إن الأطباء النفسيين بده أدوية والأدوية دي يتعود عليها لا لا خالص النهاردة فيه طرق كتير للعلاج فيه علاج بالكلام فيه علاج بجلسات فيه جلسات جماعية ناس تتكلم قضاً بعض فيه مئة طريقات جملة سمعتها دكتور فضلت سبتة في دمجي كده أم بتقول مش يبني أحسن يدمن ألعاب وإذا الأعب بيرعب طول النهار بدل ما يروح يدمن مخدرات لا لا كل الإدمان وح ويمكن إدمان المخدرات ممكن يتعالج منه لكن إدمان الألعاب لأ هتبقى لك يبقى أصعب آه يبقى أصعب فكل إدمان واحد فإحنا عايزين نمنعه من الأول منه يبقى عنده شيء يشغله نعرف مين صحابه بيلعبوا الحاجات دي ليه نتواصل مع أهلهم نجيب الأصحاب دول نوع نتكلم معاهم يعني مفيش مانع إنه هو ساعة ساعة ونص كل يوم أكتر من كده كتير أنا مع حضرتك إن المشكلة لو متفاقمة وإحنا وصلنا لسن كبير محتاجين حد متخصص لكن لو أنا عايزة أعيد ترتيب الروتين وعودهم إن إحنا هنمشي بالنظام لو أنا عملت ده بالتدريج وليدي هيستجيبه حتى لو كان سنهم كبر استغلي حبهم لك شوفي الأم دي يعني أنا بعتبرها أعظم مدير في الدنيا بتدير جوزها وتدير ابنها وتدير الشغالة وتدير حماتها كل واحد من دول له طريقة فعارفة إن ابنها نقطة ضعفه إنه بيحبها وإنه عاوز يرضيها أقنعوا أهو هودوا بالرأة آه تعالي عملي معها علاقة إن شاء الله من أوله جديد وإنت تفتكر في حد هيحبك في الدنيا قدي لا في حد أنا ممكن أنصحك بعاجة تأذيك لا أنا أسمع أنت كذا 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 خش بنفسك وقرأ وشوف تعالى نتفق اتفاق إنت عاوز كذا وأنا عاوزة كذا نعمل حل وسط وانتبع مع بعض طيب تعالى إنت مش قول عينيك بتوجعك عينيك بتوجعك من البصة على الشاشة كتير تعالى بص وزنك نبدأ نتكلم بقى علم إنت تحب وزنك البنات بالذات ممكن نلعب جدا على حكاية الوزن إنهم عايزين يبقوا فيه رشاقة وكده الإنترنت يا فندم خلت حياة الأولاد دولة تعيسة طول الوقت يبصوا على غيرهم الولد بيبص على الجسم الرياضي والعضلات والبنات بتبص على الرشاقة والشياكة واللبس وهو مش عارف يعمل كده فيحس طول الوقت إنه غير راضي عن نفسه أكي ده غير طبعا بقى اللي بيشوف الأصور واليخوت والعربيات الآخر موديل يبقى برضه كمان غير راضي عن أهله وغير راضي عن اللي مش قادرين يقدمهوله فالقصة كلها مضار من كل جهة لكن حاول نركز على الفوائد نعود نتكلم نعود نطلع معلومات من الإنترنت نستمتع بيها مع بعض على فكرة لقوا كمان إن الحاجات الدعابات اللطيفة والنكت والحاجات دي بتخفف من ضغوط الحياة التانية أكي فما تدخلناش في اكتئاب للصغير والكبير فيش مانع قابل إنه هو يتفرج على الكاريكاتور أو حاجة مضحكة يعني زي ما بيقول ياخد اللي يفيده واللي يخلي حياته إيجابية الانترنت دي كنز بس المهم اللي بيعرف يطلع نزل التردد الجديد 11 785 الاستقطاب رأسي معدل الترميز 27500 معامل تصحيح خطأ 5 على 6